طيب الفريق مهام مهام ميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعارفين طبعا القرار اللي طلع من اسبوعين انه حل رئيسا لهذه المنطقة خلفا للدكتور احمد درويش قال النهاردة انه تمت الموافقة على توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون المشترك سيبكم الاتفاقية الاطارية دي كلام مجالس مهم تم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك ما بين منطقة قناة السويس في مصر وما بين التحالف الصيني المكون من مؤسسة التمويل الصينية الافريقية وبنك التنمية الصيني وميناء تشينداو 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 الصيني من اجل تطوير ميناء السخنة وده كله بيأتي في اطار المشروع المتكامل اللي تم التوقيع عليه في بكين العاصمة الصينية منذ حركات باسم طريق الحرير وهذا المشروع الضخم اللي هيعمل ان شاء الله زخم وازدهار تجاري كبير لمصر والصين وبالمناسبة الصين شريك تجاري استثماري مهم جدا 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 لمصر في الفترة القادمة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات الصينية فيها ستكون في رأيي لها نصيب الاسد هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا بعض الدقائق نقول لكم فيها بعض العنوين والتقارير